حدثنا عبد الله قال حدثني سريج بن يونس من كتابه قال حدثنا عباد بن عباد يعني المهلبية عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن سعيدي بن أبي راشد مولا لآل معاوية قال قدمت الشام فقيل لي في هذه الكنيسة رسول قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدخلنا الكنيسة فإذا أنا بشيخ كبير فقلت له أنت رسول قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم قال قل تحدثني عن ذلك قال إنه لما غزى تبوك كتب إلى قيصر كتابا وبعث به مع رجل يقال له دحية بن خليفة فلما قرأ كتابه وضعه معه على صريره وبعث إلى بطارقته ورؤوس أصحابه فقال إن هذا الرجل قد بعث إليكم رسولا وكتب إليكم كتابا يخيركم إحدى ثلاث إما إما أن تتبعوه على دينه أو تقر له بخراج يجري له عليكم ويقركم على هيئتكم في بلادكم أو أن تلقوا إليه بالحرب قال فانخروا نخرة حتى خرج بعضهم من ورانسهم وقالوا لا نتبعوه على دينه وندعو ديننا ودين أبائنا ولا نقر له بخراج يجري له علينا ولكن نلقي إليه الحرب فقال قد كان ذاك ولكني كرهت أن أفتات دونكم بأمر قال عباد فقلت لابن خثيمين أوليس قد كان قاربا وهم بالإسلام فيما بلغنا قال بل لولا أنه رأى منهم قال فقال ابغوني رجلا من العرب أكتب معه إليه جواب كتابه قال فأتيت وأنا شاب فعنت لقبي إليه فكتب جوابه وقال لمهما نسيت من شيء فاحفظ عني ثلاث خلال أنظر إذا هو قرأ كتابي هل يذكر الليل والنهار وهل يذكر كتابه إلي وانظر هل ترى ترى في ظهره على من قال فأقبلت حتى أتيته وهو بتبوك في حلقة من أصحابه محتبين فسألت فأخبرت به فدفعت إليه الكتاب فدعى معاوية فقرأ عليه الكتاب فلما أتى على قوله دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل فأين النهار قال فقال إني قد كتبت إلى النجاشي فخرقه فخرقه الله مخرق الملك قال عباد فقلت لابن خثيمين أليس قد أسلم النجاشي ونعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى أصحابه فصل عليه قال بل ذاك فلان ابن فلاء وهذا فلان ابن فلاء قد ذكرهم ابن خثيمين جميعا ونسيتهما وكاتبت إلى كسر كتابا فمزقه فمزقه الله تمزيق الملك وكتبت إلى قيصر كتابا فأجابني فيه فيه فلم تزل الناس يخشون منهم بأسا ما كان في العيش خير ثم قال لي من أنت قلت من تنوخ قال يا أخى تنوخ هلاك في الإسلام قلت لا أني أقبلت من قبل قومين وأنا فيهم على ديء ولست مستبدلا بدينهم حتى أرجع إليهم قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تبصم فلما قضيت حاجتي قمت فلما وليت دعاني فقال يا أخى تنوخ هلما فامدل الذي أمرت به قال وكنت قد نسيتها فاستدرت من وراء الحلقة ويلق بردة كانت عليه عن ظهره فرأيت غضروف كتفه مثل المحجم الضخم حدثنا عبد الله قال حدثني أبو عامر حوثرة بن أشرس أملاء عليك قال أخبرني حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن سعيدي بن أبي راشد قال قال كان رسول قيصر جارا لزمن يزيد بن معاوية فقلت له أخبرني عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل دحية الكلبية إلى قيصر وكتب معه إليه كتابا فذكر نحو حديث عبادي بن عباد وحديث عباد أتم وأحسن اقتصاصا للحديث وزاد قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الإسلام فأبا أن يسلم وتالى هذه الآية إناك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إناك رسول قومين وأن لك حقا ولكن جئتنا ونحن مرملون فقال عثمان بن عفان أنا أكسه حلة سفورية وقال رجل من الأنصار علي ضيافته وقال رجل من الأنصار علي ضيافته ترجمة نانسي قنقر